بسم الله الرحمن الرحيم شعبنا العراقي الكريم أبناءنا وبناتنا في ساحات الاحتجاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنما يمر به بلدنا العزيز من ظروف صعبة ومحنة تلد مشاكل إضافية تستدعي منا المكاشف والوضوح والتآذر واستدعاء كل جهد ممكن لأجل السير باتجاه صحيح إنما حدث من أوضاع مؤسفة ومؤلمة في اليومين الأخيرين مؤشر خطير على ما يحدث وما يمكن أن يحدث من سقوط شهداء وجرحى في كل سوح الاحتجاج وإن هذا الوضع ليس مقبولا بالمرة وأن من في الساحات هم أبناءنا السلميون الذين يستحقون كل تقدير واحترام وواجبنا خدمتهم وسماع صوتهم لا أن يتعرضوا للقمع والتضييق إن الممارسات هذه تضعنا في زاوية حرجة لا يمكن حينها الاستمرار بالمهمة الموكلة إلينا مع استمرار ما يتعرض له الشباب فلم نأتي لهذه المهمة الوطنية إلا من أجل بناء ما تهدم وليس من الأخلاقي القبول بتصدر المشهد وتسلم المهمة بينما يتعرض أبناؤنا لما نعرفه من ممارسات تدمي القلب والضمير إن احترام الرأي والرأي الآخر هو أهم ما يجب أن نسعى له في هذه الفترة ولا أخفيكم أني شخصياً لا أرفض أن تتعرض صورتي الشخصية إلى علامة X في الساحات بقدر رفضي واستهجاني ووقوفي التام ضد مهاجمة من رفع هذه الصورة فالمواطن حر كريم بإبناء رأيه وواجبنا هو الارتقاء بخدمته وحمايته واحترامه إن أولوية الحكومة المقبلة وتحت البند الأول هو إجراء تحقيقات جدية بشأن الخروقات التي تعرض لها أبناؤنا من المتظاهرين والقوات الأمنية ومحاسبة كل من يقف وراءها كائناً من كان ولأي جهة انتسب فالدم العراقي خطنا الأحمر الوحيد الذي لا كرامة لنا ولا احترام إن تم سفكه أمام عيننا إننا وحتى اللحظة الحرجة التي نمر بها مكلفون ولا نمتلك صلاحيات بسبب عدم اكتمال إجراءات تشكيل الحكومة وكل ما يهمنا الآن هو العمل من أجل عدم انزلاق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه وإننا إذ نؤكد إننا ماضون بالترتيبات لأهم طالب ساحات الاحتجاج وهي تحديد موعد للانتخابات المبكرة فإننا نكرر تأكيدنا بأن الدم العراقي هو خطنا الأحمر وإننا ماضون بمحاسبة كل من تجرى عليه بتحقيقات لن تستثني أحداً حفظ الله العراق والعراقيين حفظ الله أبناءنا وبناتنا في سوح الاحتجاج والقوات الأمنية ونسأل الله التوفيق وتعاون الجميع معنا بهذه المهمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته